بيش يقلل شغافها في الشغل يعني معاتش بيش تعطي معاتش بيش تعطي لماكسي مام يعني صحيح معانا يا أسماس من ليبيا وفاء وفاء بتقول ان هو كان فخور بيها قبل الجواز وبيساعدها ان هي تنجح في شغلها وبيقف جنبها كتير وبعد الجواز قرر ان هي لازم تسيب الشغل علشان تتفرغ لبيتها دار عليها بالضبط برشا نسي يتعطي لحريتك مهاكا لأ بس ده شجع يعني ده مش من الاول من البداية ده خلالوا لا لا ما فيه شغل او اتفقوا مثلا مع بعض هاليا حريت الاختيار او لا هو يحبي يتزوج بيها بعد ما تزوج سكر عليها الباب نا بس ما لا مش كير طريقة خبيثة هاليا برشا برشا يعملوا قبل الجواز هشجعيك وقبل ايز اقولك دايق لقبنت كتير قوي دلوقت كتش رقب طيب انت بقى كست احنا مش عارفين وفاقة وافقت ولا لأ اصلا وقالت او ولا لأ بس هاليا المفروض تعمل ايه انا دلوقتي لما بقى مخطوبة الواحد وبيشجعني وقفن بيه فهو مقدر كويس اوي انا ازاي شغلي مهم في حياتي فهو دخل لها من الدخلة دي هم مهم المفروض بقى ايه ايه المفروض شني تعمل طوان أن كل الوفاة شني تعمل المفروض وفاة اه وفاة ولا غيرها تحاول عموما يعني. اولا تحاول تتمسك خدمتها. خليها الساعة تفهم منه. اللي هو حافظي على شغفك يعني. اي. خليها الساعة تفهم منه شنو اللي خلاهي سبب اللي خلاهي قلها وقف شغل. بالزبط طالما طالما الراجل كان كويس وتمام معنا قبل الجواز. ممكن يبقى حاجة تانية غير ان هو مثلا اتخابس او يعني فجر وحور في دماغه كده فممكن يبقى في سبب من الشغل او مشكلة حصلت من الشغل. قلق معين جي من الشغل واحد ظهر من الشغل. فقالك لانا ما رأيها. رايح دماغي اقادي في البيت. مع ان انا شايفة برضو استني ان ده مش حل. طالما في مشكلة في الشغل يبقى نحل مشكلة الشغل. مش نقفل الشغل نفسه. وهذا القرار اللي يخداه زوج وفاة ولا اي زوج اخر ياخده. نتصور بش يأثر سلبا على خدمة الامرأة معنتها. بش يقلل شغفها في الشغل. انا هيبتدي بقى يحبطها. معنتش بش تعطي لماكسيما يعني صحي. مش تمشي للخدمة وهو فادة وما تحبش تخدم وكل شي. بس انا باحترم في حاجة. ان هو راجل واضح. يعني. لا هو ما كانش واضح. لا. فين الوضوح يا روح? بعد ما تجوزها هو راجل واضح. هو لو خبيث. هو لو خبيث. هيبتدي يقررها في الشغل ضميا قبل ما يقول لها سيب الشغل. بس هو عجبها لها من الآخر سيب الشغل. لا هو 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 الوضوح يكون قبل الزواج المفروض. ممكن اكيد. هو فاجئها اهكا. انجر ما يكون قبل الزواج يقولها اسمعني انتي كمل اخدم دوة. ومن بعد راه وبعد الزواج احنا مش نوقف في الخدمة. وقتها هي تعرف. تعرف شنيه مقابلها. اسكو بش تكمل معاه وقالها بش تبطل. وقت هنحطي وعرضه موضوع. اما الهنية تسعليب. ممكن تبقى تيجي من حتة ان احنا لما بنخاف نخسر حد او بنخاف نخسر حاجة يعني ممكن يبقى بيحبها جدا بس وعارف جدا انه لو قال لها سيب الشغل هتبعد. فاستزقب بقى ودار الموضوع وخباها وعمل فيها من طنطة وجاي ومين ومروح. فدار الموضوع لحد ما اتجوزوا. بقينا في بيت واحد وفي رجالة كتير بعدها المرفهوم بتاع لما يتقفل علينا باب بيت. صحي. فانا هعمل اللي انا عايزه وهقول اللي انا عايزه وقراراتي هتمشي. فاما بارشة وهذا تسعليب وغدر. وغدر. الحقيقة اما فاما بارشة فاما امهات ينظروا لها اه اللي خدمة خدمة لامرأة اساسية ومهمة اه هو استقلال مادي. اللي بتشجعك دايما. صحي. اه. هو استقلال المادي للمرافحة ذاتها. هو اثبات لذاتها في المجتمع. اللي هي جايت عندها رسالة. رسالة للمراة مش انها تجيب الصغار وتربيه مبارك راو. رسالتها انها تخدم خطرها قرات وتعبت. الله اجيال. صحيح. تخدم وتشتغل يعني. دون كو. لا. وفي امهات تانية تبقى شايفة ان رسالتك في الدنيا ولادك. زي ما انت كنت يرسالتي فانت عندك ولادك رسالتك. اعادي في البيت تفرغي لهم ربيهم اهتمي بيهم. شغفك في الحياة مش مهم. المهم شغف ولادك. ودي نوعية امهات بتبتدي. بتبقى اول ابواب الضغط اللي بتتفتح على البنت او على الشخص نفس. نفسه يعني. تبقى كارثة بقى لو على راجل بس مش موضوعنا ده دلوقتي. خاطر اللي هي بش تقول يعني من ردها من من راجلي ولا من ماما ولا. وبيبقى عندها وجهة ناظرة وقت اللي هو عادي هيستتك. عادي بقى طالما هو اللي عادك من الشغل. فيديك مصروفك وتغديب راحتك وانتي هانم كده عادك في البيت. سمعني. المراقبة المتبطل الراجل بش يعني قبل ما تبطل من الشغل بش يكرهها في الخدمة. معالش بش يدعمها كمقبل. معالش بش على خدمتها. بش يتفه اي حاجة هي تعملها. بش ينقضها على اي حاجة. بصي انا شايفة ان وفاء او اي او اي واحدة بتسمعنا دلوقتي. انت عادي مع نفسك وحطي اولوياتك. لو البيت عندك مهم. والبيت عندك. شغلك هيأثر عليه. اعادي في البيت. ده مستقبلك ومستقبل ولادك برضو. بتقدري تنجحي هنا. وتقدري تعملي لو انت شغوفة بالشغل قوي وهو مثلا مش مش حاجة معينة او كرير معين. شوفي اي شغل تاني تقدري تعمليه من البيت. ومنه برضو تقدري تنجحي وتبقي عملتي البالغس. انا اقولها انه المرأة تنجم تعمل برشة حاجات مع بعضهم. تنجم تقعد مع راجلك وتفهم منه وتحكي معاه. تنجم باش ما تخسرش راجلك وما تخسرش خدمتك. تنجم تستعمل اساليب عديدة مع مع زوجك انك مثلا تشجع في خدمته وتسقلوا على خدمته تحاول تعليم المعنويات ودي ما تقوله بغافو وعملت خدمة بيه. حاجات هكا فهمت مش هو زادة يغزر لها شوية ويشجعها في خدمتها. احنا كده عملنا اللي علينا معوفة. ربنا يكرم.